الولايات المتحدة الامريكية تعلم جيدا من يقصف هذه الاماكن سواء كانت اربيل او يوم امس السفارة الامريكية في بغداد ولكن لماذا السكوت الان حكومة بايدن حقيقة ويعني اصحاب القرار اصحاب القرار اليوم في واشنطن لا يريدون ان يخلطون امور كثيرة مع بعضها فهم يريدون بوضوح التعامل مع ايران ويعني الانتهاء من قضية الملف النووي ويعتبرون العراق مسألة ثانوية مرتبطة بهذا الملف هكذا ينظرون الها الان في واشنطن اما هذه التصرفات التي تقوم بها بعض المجامع ساد كاتو العراق مسألة ثانوية مرتبطة بالملف الايراني ام ان العراق قضية منفصلة تتفاوض الولايات المتحدة وايران يعني بشكل منعزل ومنفصل ومن ثم يتم التعامل مع الوضع العراقي لو تعتقد ان الامران متلازمان لا لا الوضع العراقي ثق اخ كريم انه الان الولايات المتحدة الامريكية خلي اقولها بشكل واضح غير مهتمة ما يهم الولايات المتحدة الامريكية الان انه هذا النظام الذي يعني خلقوه من الفين وثلاثة الى يومنا هذا ان لا تنهار يعني ما يريدون ان تنهار هذا النظام ولكن لديهم الاهمية القصوى الان الملف النووي الايراني ولكن السؤال هنا يأتي هل سوف تتحمل الولايات المتحدة الامريكية يعني هذه الضغوطات من ايران او اذرعها او سواء بدعم من المجامع الايرانية لا اعتقد ذلك